السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المسابيين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتوا ما كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال وما تنسونيش أخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة الممثلة التركية فخليكم معي خطيب أشعرفوا شكنتم وفاة ودعواتكم مع خطيب الرحمة والمغفرة الله يرحمها ورحم جميع المسلمين والله يتبزع عن السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب توفيت اليوم الأربعاء الممثلة تركيا غولشا تشوم أغلو عن سن يناهز 38 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الأمر الذي خلف حالة من الحزن وسط محبيها وجمهورها واشتهرت غولشا في المغرب بدور نجلة في مسلسل تمالحب الذي حقق نجاحا جماهيريا منقطع النظير حينها وأعلن زوج الراحلة عن الخبر الحزين من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام للأسف فقدنا زوجة العزيزة غولشا تشوم أغلو بهجة حياتي وأم ابنتنا الجميلة وتابع قائلا سيتم تشجيع جنازتها غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد كلية أصول الدين بجامعة تونيزاد مرمرة وسيتم دفنها في مسجد كانلكا فكيف ما سمعت أختي بلاد ممثلة تركيا اللي كانت بطلات مسلسل تمالحب واللي كان من أنجح المسلسلات اللي دازت في التلفزة المغربية فكيف ما سمعت أختي في الفيديو بلاد توفات بمرض السرطان والله يرحمها والله يصبر العائلة ديالها ويصبر الزوج ديالها صراحة مشي سهل علي خصوصا أنها خلات بنية صغيرة الله يكون معاه والله يصبره على فراقها فخبر وفاة الممثلة تركيا غولشا اللي انتشر في مواقع التواصل الشمائية وخلق دشجة كبيرة بزف ديال المغربان اللي بقات فيهم ودعوا معها بالرحمة والمغفرة فدعواتكم مع أختي بالرحمة والمغفرة الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يتبز عن السؤال ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله يا رب فكم تدركوا تتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة